موسيقى جوتم مواجن صباح الخير ولادي وبناتي طلاب الصف الثالث السنة والحليين نزلت ورقة المفاهيم وزي ما احنا شفنا عندنا نوعين من ورقة المفاهيم هتدخل الامتحان هتستلم كتاب حوالي 180 ورقة في ورقة مفاهيم للألماني صفحة 94 95 96 97 98 الخمس ورقات دول موجودين في الكتاب الكبير حل؟ الكتاب ده احنا محتاجين منه ايه؟ محتاجين منه تحديدا صفحة 94 اللي هي اول ورقة لان فيها جدول الملكية وجدول تصريف الافعال وهنحتاج صفحة 96 عشان فيها ضمائر الاكوزاتيف وضمائر الضطيف وتصعيد الصفات يعني ان الاخر في خمس جداول مهمين جدا 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 في ورق المفاهيم هيخلونا انا عارف ان انتو حفظينهم طول السنة بس دول هيخلونا ان لو نسينا نفتكر منهم او نفتحهم قدامنا و احنا بنحل في الخمس جمل دول يعني الورقة الاولى فيها خمس جمل اركم بقى الكتاب هنسلمك مع الكتاب ملزمة صغيرة اسمها ملحق ورق المفاهيم ده استيل مطالب الألماني عبارة عن سبع ورقات عبارة عن كم ورقة سبع ورقات السبع ورقات دول يا وعدي فيهم الخير كله عد معايا يا صاحبي اولا فيهم ارتكل اهم الكلمات في المنهج زي اعضاء الجسم وسائل المواصلات الملابس والدرس الخاص بالاعياد والاحتفالات ايه هر الجمال ده طب خد ده لسه 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 ده احنا لسه بنفس من الله الرحمن الرحيم تخيل يا جدع ورق المفاهيم السبع ورقات فيهم درس البرفكت مشروح صح وفيه كل الافعال بتصريفها الثالث بس هير مفيش حاجة تانية كده يا باشا ده فيه الارقام الايام التوقيتات كل ده موجود فصول السنة ايام الاسبوع شهور السنة كل ده موجود تخيلوا الدروس بتاع التلاكوزاتيف والضطيف والحاجات مش مشروحة حلو اتشرحة حلو في السبع ورقات دولي تخيلوا فيه حاجات هتفدنا في المواقف بالعبيد السبع ورقات دول يعني انا موين وجهة نظري اتعملوا عشان يصلحوا بتوعي الالماني لانهم منزلوا الفرنساوي حوالي ترتاشر ورقة فالدنيا هاجد رحوا طلبة الالماني طلبوا يبقى فيه تكافؤ فرص رحوا نزيل ورقاتي طب اطبعهم ازاي هير لازم تطبعهم وتشتغل فيهم من دلوقت وبص عليهم كويس طب هطبع ازاي ورقة المفاهيم يا هير هننزل لحضرتك لينك فيه لتنشر ورقة بتوعي المفاهيم صفحة اربعة وتسعين خمسة وتسعين ستة وتسعين سبعة وتسعين تهونية اللي طبعينهم في الأول دول اللي طبعينهم في الأول دول دول اللي يلايبوا في الكتاب وبعد كده نبقى نطبع لك ورقة مفاهيم صفحة اثنين وتلعة اربعة وخمسة ستة وسبعة وثمانية ده الورق اللي انت هتبقى محتاجه اطبعهم وبص عليهم طالب عندنا استلمتهم يا باكتج المراجع يا سيدي اللي هنزل يوم الثلاثة او الاربع هتلاقي موجود معاهم الحاجات دي هتستلمها من الاخر اطبع ورقة المفاهيم زي ما تطبعها المهم بص عليها ابنا تدخل المتحان الألماني يلا نخش على الحصة ونبدأ مع بعد واشرح لك ورقة المفاهيم فيها ايه في ساعة واحدة بس ان شاء الله يلا سلام تشوز تعالى بقى نشوف ورقة المفاهيم عندنا عاملة زي اول حاجة احنا هنسلمك ورقتين مفاهيم في الألماني غير طلبة الفرنساوي طلبة الألماني وطلبة الإيطالي والأسباني والصيني هيستلمو ورقة مفاهيم مختلفة عن طلبة الفرنساوي طلبة الفرنساوي ورقة مفاهيم جوه الكتيب اللي هو الو مية وتمانين ورقة يسلمك كتيب كبير كده فيه ورقة مفاهيم لكل المواد ده حوالي مية وتمانين ورقة لكن انت طالب Ja therefore هتستلم نوعين من ورقة المفاهيم الكتيب الكتيب اللي هو 180 ورقة فيه خمس ورقات مفاهيم ركز كده معي الكتيب الكبير عبارة عن خمس ورقات مفاهيم فيهم بعض القواعد وأجزاء من منهك ثلاثة سنوية ويبدأ من صفحة 94 الألماني لصفحة 98 عدهم هيتلعوا خمس ورقات وهيسلموك ملحق مع ورقة المفاهيم ايه الملحق ده عبارة عن ملزمة صغيرة سبع ورقات فيهم حاجات تانية في الألماني انت اجمالي ورق المفاهيم اللي انا دولك في الألماني خمس وسبعة اتناشر ورقة ألماني فالتناشر ورقة ألماني دول تعالوا نشوف فيهم ايه نبدأ اول حاجة بورقة المفاهيم اللي موجودة في الكتيب من صفحة 94 لـ 98 في صفحة 94 في ايه في صفحة 94 في ورقة المفاهيم طبعا ورقية المفاهيم ده انت وردي معك تعال صفحة 94 دي فيها ايه اول حاجة فيها جدوى للملكية وجدوى لتصريف الافعال لان احنا عارفين الامتحان في سؤال على الملكية وفي سؤال او 2 على تصريف الافعال من الاصل 13 سؤال في القوية تعالوا نشوف في ايه في الجامتين اول حاجة هتلاقيمي تديك جدوى للملكية بالشكل ده بالشكل ده انا عملتلك بور بوينت انا خدت ورقة المفاهيم عملتها بالشكل ده عايز يقولك اني ايش اللي معناها انا ملكيتها ايه دو ار و اس زي فير اير الاخره الجدول ملكيته ايه يعني من الاخر انا بقولك احفظ الجدول ورقة المفهيم وقتا متنسى افتح ورقة المفهيم وغش منها وققق بقى اغني مع نفسك دروقتي في البيت قول ايش معين دو داين اير و اس زاين زي اير فير انظر اير اير زي اير زي اير وقق عارف ايش انا دو انت ار هو اس محايد زي هي فيا نحن ايه انتم زي هما زي حضرتك او حضرتكم وقعد اكلم نفسي وابدأ احفظ كده زي ما انا عملت ايش معين دو داين اير و اس زاين زي اير فير انظر اير 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 شكرا حفظت الملكية او بيقولك دي الملكية مع المسكولين المسكولين ده الكلمات اللي اهداتها دير عندنا في القلمة يسمعها مسكولين يعني مذكر و داس نيترال و دي الفيمينين الجامع و دي البلورال اللي هو الجامع يبقى لو انت بسيت المذكرة هو داس اهي المؤنس دي اهي دي الجامع هو بس كتبها لك كده لكن دي معناها مذكر دي معناها محايد دي معناها مؤنس دي معناها جامع فعايز يقولك ان الكلمات اللي اداتها دي اهو هتبقى mind و دين و زين و قير وانظر وقير وقير لكن الكلمات الاداتها دي مؤنس ودي جامعة تبقى داينة زاينة اير يا انظر الاخر بس كيا شكرا يبقى انا مش محتاج احفظ جدول ملكية هو الدهون يا هو يلا عبا مع نفسك برب نفسك حاجة بتاعتي مين حاجة بتاعتك انت داين حاجة بتاعته هو او محايد كلمة اداة قدس يعني زاين حاجة بتاعتها هي اير حاجة بتاعتنا احنا انظر حاجة بتاعتكم انتم اير حاجة بتاعت هما اير حاجة بتاعت حضرتك احضراتكم اير هو ده اللي اتضرب عليك نفسه طب دخلت بقى في الامتحنسيت الكلام ده افتح ورقة المفاهم هتلاقيها قدامك عدي يا معلم ادي درجة الوزارة بتدها لك في جدول المفاهم طيب ماهير السؤال بيجي بقى صعب ولافف والاسئلة انا النهار ده مش هدف اي اسئلة انا هدف اعرفك هتحفظ ايه وما تحفظ ايه ده موجود فرقة المفاهم اه مش محتاج احفظه التكعليه قوي لان انا قريدي عارفه طول السنة الجدول التاني تصريف لأ بيقول لك الارتكلات بتاعت الملكية بس في حالة الاكوزاتيف حالة المفعول بيه وحنا عارفين المفعول بيه الجملة اللي وظهر فيها فعلا اكوزاتيف زي فندن زي نيمن زي اسجبت زي زوخن زي شغيبن اغلب افعال الالماني اصلا بتاخد اكوزاتيف معادة بتوعد بطيف لو انت بصيت لقيت قدام حضرتك قدام حضرتك اكوزاتيف اكيد ايش مش هتبقى ماين هتبقى ماين دو هتبقى داين زاين ايرن اونزغن اوغن يعني بيقول لحضرتك خلي بالك انه ممكن يجيب لك الملكية في الاكوزاتيف طب ما دي حلوة هو اذا الجدولين الاولانيين على الملكية الجدول التالت بقى فوراية المفاهم تصريف اهم من ثلاث افعال زولين ينبغي اللي هو زي شود فادن اللي معناه يصبح اللي بيجي مع العمر والوظيفة زي ملقش بعدها تسفانسيش هيبقى عندي عشرين سنة او قش بعدها عارف سابقى دكتور ملقن يحب زي ملقش معك بيتزا شمعك بيتزا شمعك مثلا احمد جايب لك تصريفه مع ايش زول وماج وفادن مع دو زولست وماجست وفاست مع ايرو اس وزي او اي مفرد زول وماج وفات مع فيا نحنو زولن وماجن وفادن مع اير انتم زولت ومجت وفادت مع زي حضرتك او حضراتكم زي هم او هن او اي جمع اسنين ايش واي حاجة زولن ماجن فادن يعني ميديك تصريف الافعال المهمة وده بالميت بالميت على سؤال بدرجة او سؤال بدرجتين يعني ادي اهو التصريف الدهولة كلميكات ده طب مهير طالما اداني فرقت المفهومة مش هجيب السؤال كده ماشي يعني بدل ما اقولك ايش تبقى زول ولا زولست ولا زول ولا زولن مش هجيب ايش هجيب فيا اللي معناها من للعقل هل دي موجودة هنا لا يبقى انت شغل موخك هتصرف الفربي بايه زول ليه لان فيا في الالماني تعامل معاملة المفرد وده محتاج تحفظ اشكال المفرد واشكال الجمع في الالماني وممكن يعمل زي السنة اللي فاتت انت تستنتك الضمير مع الاسم يعني يا هير هقولك يعني يعني يجيب ليه يا كين ده يا اطفال اطفال دول مفرد ولا جمع ويروح ضرب كومة ويقولك اختار بقى دوزولست ولا ايرزولت ولا اي حاجتين تانين يعني يقود يلعب معك كده بقى مهانة لما اقولهم يا اطفال يبقى اقولهم انتم اروح مختار ايرزولت يعني ممكن يبقى عايز لاختيار الضمير مع الفربي وده حصل السنة اللي فاتت في مدحة العلم يبقى ايزا في طلبة دولة محترمة ما اقول لي الافعال التلاتة المهمة في المنهج اللي عليهم يهر درجة ولا درجتين هو ادالنا تصريفهم تمام زي الفر هو هيعمل ايه بقى في الامتحان هيجيب تصريفهم بس بطريقة غير مباشرة زي ما قلتلك اشكال مفرد اشكال جمع ايش قندق علي انا وعلي طب هو تبقى فير تبقى سلن تبقى موجن تبقى فعدن او يبقى عايز الضمير مع الايه الضمير مع الفر بنفسه يبقى ايزا هو هيجيب التصريف ولكن بطريقة غير مباشرة هيجيب الملكية بس تفهم زي ما قلتلك السنة يا فاتبت فرج على افلام احمد حلمي بأفلامه هو تبقى الرتبقى زي طب افلامه هي تبقى اير وهكذا دي الورقة الاولى اللي هي صفحة كانت كام 94 خلصت صفحة 94 في ورقة المفاهيم صفحة 95 في ورقة المفاهيم والله العزيم بصة ولكن كتابتلكوا ايه ملقاش هي 30 لازمة بالعكس يطلق بطر يعني ايه مثلا هدى حراككم سال حرف الجرميت بيقولك بيعمل ضطيف طب فين بقى جدول الضطيف فين مش كاتب لي ليه جنبا ان دير ودست بقا ديم ودي تبقا دير ودي تبقا دين يبقى انت خلي بالك اه اللي بعد ورح مديني امثلة يعني دي الحاجة الوحيدة اللي عجبتني بيقولك ايه زي ما قللك مثلا نعم قللك مثلا ميد ديم مع بوس واوتو لكن وتبقى دير ودي تبقى دين يعني بطريقة غير مباشرة عايز يقولك ايه ان بوس ده اداة دير بقى ديم او عايز يقولك كده عايز يقولك اوتو عربية اداة هدس بقى ديم عايز يقولك اداة دي بقى دير عايز يقولك فغويندن جمع تبقى دين يعني عايز يقولك ان دير ودست في الضطيف تبقى ديم ودي تبقى دير تبقى دين وجاب امثلة للكلمات دي تمام فين باقي الكلمات لسه الخير جاي اتقل يبقى الصفحة دي ملاحش هي 30 لازمة بتقولك الصفحة دي عنوانة بتقولك ان في سؤال على وسائل المواصلات هي الصفحة دي بتقولك كده في سؤال على وسائل المواصلات ان 100 بتعمل ضطيف تمام ممكن ما يجيبش 100 اصلا نجيب وسائل المواصلات مع بنيمن وزوخن واسجب اللي بيعملوا اكوزاتين اللي بعد يجي يقولك ايه حرف جر فو بيجاب عليه كم حرف جر بص بقى ان و اوف باي وهنتا ونيبن وايبا واونتا وتسفاشن ومش عارف ايه كذا الطلبة اصلا مع اغلب الناس حتى غيري يعني مع المدرسين بيحفظوها صح يعني بيحفظها الناس بيحفظ حروف الجر كده والله العظيمين علي تحفظها كده اه عالسطح اوف عالجنب آن فوق ايبا عالسطان كم حمن تحت اونتا فوق امام إنتا خلف في ان بجانب نبن حاجة من حاجة بين بالعائل تقولك اوف ان ايبا انتا فوق هنتا انن كم حاجة بين حاجة معاك دين فالعائل حافظها كده لو بص في ورقة ما في occupation ستداني يا طب لغبطميش يستفد منه طب تعالك أنا بس بعتقدي ورقة ما في ايه الاستفاد منه ايه الثاني في الورقة دي بيقولك الناس الاستفادش منه هيتجاب عليها بالحركة زي تسوم مع الكلمات اللي هاداتها ديره دست سواء مع الكلمات اللي هاداتها دي نخ مع البلاد والأماكن إن دي مع شفايتس وتركيا وإساعة وتسوء ديم هي بتبقى تسوم وتسوء ديره تبقى تسوم ماشي أنا فوق دماغي من فوق بس ده مش هيفيد الطالب قوي مش هيفيده قوي طب تعالي نكمل باقي الورقة أنا بطلق عليها والله عظيم بقول عليها كده 95 اللي ملهاش هاي لازمة بقول عليها كده يا هيرمة مش هستفيد تستني احن عندنا 12 ورقة السؤال المهذب بنعمله كنت انه فيردن ونرمي المصدر في الآخر. شكرا. هارفين ميزة الورقة دي بتقول لي اييه? هو الله هلقولكو ميزة الورقة دي بتقول لي ايه Jahrhane بيقول لي أن إحن عندنا سؤال على وسائل المواصلات مع ميت في الامتحان أو. العكوزاتيف الورع دي بتقول لي خلي بالك من حروف الجر التاسعة أو فوان ويبر وانتر واخوتهم خلي بالك من الحركة والسكون فوين بيتجاوب عليها بإيه وفو بيتجاوب عليها بإيه رقم أربعة خلي بالك من السؤال المهزب اللي هو كنتن وفردن اللي معناهم من فضلك ويرم المصدر في الآخر ودلي مثاله هو كنتن أو فردن ممكن تستناني دقيقة فارتن ينتظر جيب لك بقى حروف الجر أم بتيجي مع إيه بتيجي مع منتج الأيام هم عروف أم بتيجي مع أي حاجة ليعلاقة بالأيام أصلا في الألمان مع الأيام أوقات اليوم تواريخ اليوم والفوخنهند نهاية الأسبوع بعد كده عايز يقول لك أم بتيجي مع الساعة عارفينها حتى كنت دايما نقول الطلبة كده أور ساعة باليوء تيجي مع أم باليوء اللي بعده بيقول لك فون بيسمعناها من إيه عارفينها وقديمة وتيجي مع الوقت والأيام وكل حاجة فور بتعمل ضطيف وزايد بتعمل ضطيف لو طالب ماشي مع ده يعني بصراحة لو ماشي مع ده أنا وجهة نظر هيئة لغبط يبقى إذن اكتبه على صفحة 95 من بقه رعب معز ملاش هيئة 30 لازمة عارفين لازميتها في الصفحة دي بتقول لك إن الأكوزاتيف درت بقادن ودي وزازمة مش عارف أقول لك إيه بصراحة إيه اللي انت عمله النفيلش بيجاب عليها بديز والله يا حلوة طب إيه اللي انت في التاني بجيء مفدنيش بحاجة ورعة المفاهيم صفحة 95 ولعها فيها بجاز صفحة 96 لأ باء لأ باء أنا 95 دي آه ولعها فيها بجاز 96 لا هنضرب لها تعظيم سلام زي ما ضربناها 74 تعظيم مسلام صفحة 96 فرعة المفاهيم فيها أول حاجة أشهر أفعال الضطيف عشان ما تحفظهمش اللي هم مين جفال يعجب بي جهاغن يخص بصن يناسب مقاسا ها مقاسا وسعرا شتين يناسب شكلا وشمكين يا تزوق جايبهم لك هم أشهر أفعال بس انت مرفعتنيش لسبب ايه هو السبب ان السنة فادت لعب على تصريفهم التالت طب وخد عندك التصريف التالت انت مش قدامك هم جفال زي ما هو جفال زي ما هو جفال تصريفه التالت جفال لكن جهاغن جهات بصن جباست شتين جشتان شمكين جشمكت فين بقى فرب فيه تون اللي جابوا عليه سؤال قبل كده آه ماين أغم توت مياع فيه آه ضطيفة هي فين فرب ماختش باص اللي هو دويتش ماخت مياش باص للمانيا بعصلي السرور فينه ما جبتهوش ليه لكن دي أشهر أفعالهم وصراحة السنة اللي فاتت ما خرجش السؤال بردول وبيقول لك إن الأفعال دي لما تشوفها تعمل ضطيف بص بالمعلمة الأفعال دي بتعمل ضطيف ويجيب لك جدول ضطيف يتقل دين معناها لأنه وجاب جملة أنا بعمل اشبرت عشان أبقى رياضي ورح جيه بقى في الصفحة دي عمل معنا واجب حلو أو يروح الله يبارك لهم أنا بقول للوزارة شكرا ثلاث تربع ولادنا بيحفزوا الجدول بتع تصعيد الصفات ويخشوا في الامتحان والله بتلغبطوا الدنيا يعني مثلا انتوا حافظين جوت اللي معناها كويس تبقى بسا أم بستن ممتاز جان اللي معناها بحب حاجة تبقى ليه بقى أم لي بستن ممتاز فيل اللي معناها كسير تبقى مياه أم مايستن ممتاز ولا بنا حافظين الجدول ده بتخشوا في الامتحان من الضغط العصب والتوتر وبتلغبطوهم على بعض لأ هو باقي هديك الجدول في الامتحان وبيقولك دي الصفة العادية دي في حالة المقارنة دي في حالة التفضيل طب ما انت كده وانت بتحل شغل مخك يعني تفضيل يعني هلاقي فيل أو نخ أو ألس اللي بيعملوا عمل زان بتاعت الإنجليش عارفين زان في الإنجليش مور زان بطر زان هي دي زان بتاعتنا يبقى اللي هيلاقي ألس وفيل ونخ هيجيب في الصفة إر يجيب بسا ده بفضل حاجة عارف انت يجيب لك ثلاث حاجات في الجملة هرعب معز بيتكلم ألماني وانجليزي وعربي لكن أفضل لغة بيتكلمها مثلا العربي ماسي الأفضل هنا تبقى مين أم بيستر هرعب معز قدامه ثلاث أكلات قدامه مثلا مكارونا قدامه بيتزا قدامه مثلا فش سمك لا هرعب معز بيحب السمك يبقى بيحب أكلة تبقى أم بيستر هرعب معز ده قاعد بيذاكر ألماني وانجليزي وعربي أكتر حاجة بيعمل واجباتها كتير آه هي العربي يبقى ده أم عيستر يبقى لأنا عايز أقوله لولادنا هو لا وهو في الامتحان هلعب على المعنى ما عندناش مشكلة عرفتك المعنى جود تستخدم معيه الشكل والمظهر لما جال بسهدوم الحال والصحة لما تروح تشهدوم إيه الأحسن اللغات اللي بتكلمه أفضل طب هو جان جان لا تستخدم مع الحاجات اللي بيحبها أي الأكل اللي فضلها الأكل الشرب اللي فضلوا الرحلة اللي روحت بقى أحلى إيه اللي بعده في الحاجة بعملها كتير بعملها كتير دي التدريبات يالواجبات يحاجة في السعر حاجة في السعر سعرها كتير ده استخدماتهم كمعنى يبقى دي الصفة العادية دي المقارنة بين اتنين ده التفضيل الجدول ده تخيله فراية المفاهيم يبقى أنا وأنا بحفظه مش محتاجة التك عليه ولو نسيته هفتح صفحة 96 يبقى أنا عايز عايلي كده متمنتج وهقولك متمنتج إزاي 95 ما لهاش لازمة 94 لو تلقبط في تصريف ظلم وذعد ومجن هفتح صفحة 94 لو تلقبط في الملكية هفتح 94 لكن لو تلقبط في تصعيد الصفات هفتح 96 طب لو تلقبط في الضمائر بتاعت الأكوزاتيف في الضطيف هتتلقبط إزاي هفتح إيه قصدي أسف هفتح نفس 96 بص جايب لك دمائر العكوزاتيف والضطيفة هي إيش تبقى ميا دو تبقى ديا إروي إس تبقى إيم زي هي زي هي هو كاتب لك فيميني مؤنس يعني زي هي تبقى إيا فيا نحن تبقى أمس إيا أنتم تبقى إيح زي اللي معناها هم تبقين لكن زي اللي معناها حضرتك أو حضرتكم تبقين إيه ده ده هير موجود فرقة المفهيم أو الله موجود يبقى إنت لو حافظ إيه يشميع دو ديا إيه إمتى بعمل ضمار الضطيف بعد أفعال الضطيف طب ما كده الله يبرك لهم والله الوزارة أفعال الضطيف جابوهم لك هو بيقولك لو بصت في الانتحال جي فالين جي هورين باسنشتين بأي شكل بقى ممكن يقولك تصريف ثالث في الآخر جي شمكت ومتاخدش بالك جي فالين ومتاخدش بالك ركز بقولك لو جاب فعل ضطيف هتعمل إيه هجيب ضمار في الضطيف يا هير طب هجيب الضمار إزاي عايز تقول أنا هتقولها إزاي إيه شمير طب دو دير رحت بقى للمتحان دخلوا ببعضهم تروح فاطح صفحة ورقة المفاهم صفحة ستة وتسعين هتلاقي إشميع دو ديا إر و إس إيم زي هي إير فير نحن و أونس إير أنتم إي زي هم كذا زي كذا وعود نفسك دايما آخر تنم بيجيبهم لك زي هم هي اللي بيكتب جمع جمع لما يكتب جمع كذا تبقى دي زي هم أو هن يعني بنعوض عن اتنين محمد و أحمد إلتر والدية جمع لكن زي حضرتك إينين والآي كبيرة لكن زي هي بص زي هي دايما ماذا هتلاقي دايما هتكتب لك بعد إير و إس بعد إير و إس هو تلاقي زي هي إيه ده إهير جابلي طب ما إهير يحمل واجب بالمرة أهو جابلي ضمير لإيه ها الضطيف طب و اللي مبقاش ضطيف أنا بقرأ في الجملة ملاقيتش جفالي ملاقيتش جهوغن ملاقيتش شميكن ملاقيتش فربيشتين و بصن يبقى الفرب إنت ملاقيتش فربي ضطيف يبقى دايي أكوزاتيف أعمل إيه بقى أنا ببص لها انا ببص لها فندن نامن عم بغبيرن يجرب فرزوخن مش عارف يعمل إيه تغينكن يشرب مشتن يريد ماخن يافعل الأفعال اللي بقى هتعمل إيه هرف الأكوزاتيف هاتلي ضمائر الأكوزاتيف أو كتبها لك في 96 ضمائر الأكوزاتيف هي إيش ميش دو ديش إر هو إين إس وزي زي ما هم فير أونس إر أويش زي هي زي هم آسف زي ما هي وزي حضرتك أو حضرتكم زي ما يعني جاب لك أفعال الأكوزاتيف وأفعال الضطيف يا جدع ده جاب لك القعدة بتاعة الأرقام والأعداد إلى ما لنهاية حطت إس تي إيه والله يبارك له ولو لقيت الأرتكل زي دير ودسو دي حط إرست وتسفايت وتغيت يعني حط الرقم الترتيبي زي ما هو ونسفايت دي يعني إلاخ يعني بقى الأرقام ينطبق على نفس القعدة لكن لو لقيت حرف جر أم زود إن زود إن زي أم دغت وهكذا وبعد أما خلص كل ده ما أعلناش بقى هنا أخذتوا بالكم ما أعلش الحتة بتاعة فوم اللي هي معناها من إله اللي بتيجي مع التواريخ ما ألهاش آه يبقى دي أنا حطتها في دماغي بس إيه ده إيه ده إيه ده ده أنا من وجهة نظري صفحة 96 دي عارفين فيها كان درجة بيغششك بص والله اللي عمل ورعة المفاهيم دي راجي ربنا يباركه والله اللي عمل ورعة المفاهيم 96 ده أنا بشكره على أنا بشكر اللي عمل ورعة المفاهيم بشكره على صفحة 94 كل بالك عمو الهرتعبان لما يقول الكلام دي باعيز يوصل لحاجة معين أنا بشكره إن في صفحة 94 حطيلي سؤالين أنا عارف إنهم ما جايين جاب لي جدول الملكية عشان لو اتلغبطت في الملكية بص في 94 جاب لي جدول تصريف الأفعال المشهورة اللي هم زلن وميجن وفادن فأنا بقوله شكرا لإن أنا عارف إن ده عليه درجة في الامتحان وده عليه درجة أقوى 2 في الامتحان تخيل بشكره شكرا عميك على صفحة 96 طب 95 بلح ملهاش لازمة ليه بتشكره على 96 واحد لأنه راجل محترم جاب لي جملة رئيسية بتيجي على ضمائر الضطيف وضمائر الأكوزاتيف لازم يجي على يوم جملة والله يبارك له ده كتب لي الأفعال بتاعة الضطيف كمان بشكره على كده رقم 4 بشكره إن شرح لي والله عظيم شرح لي درس الأعداد الترتبية شرحها لي فأنا بقول له الله يبارك لك إن انت شرحت لي الأعداد الترتبية في الصفحة الجميلة ده ها جت يا راجل بشكره إن هو جاب لي جدول تصعيد الصفات لأني دايما بطلغبط بينهم وانساهم عايزة تاني إحنا لغاية دلوقتي خمس جمل من التلاتاشر تعال نكمل مع بعض نشوف جابونا إيه تاني في ورقة المفاهيم خلصنا صفحة 96 صفحة 97 مالهاش لازمة عارفين ليه؟ لنجو حفظينها هنستخدمها فين دي يا هير في المواقف يا صاحبي بفندن يعني الحال ها فين بقى سؤال الحال؟ ما كابولش لو أنت بتقول أنت بتسأل صاحبك عن بفندن حال لو تسأل طوله إيه؟ في جيتس فاستود في فاستسلوس إيه اللي حصل لك؟ صح كده؟ مش كده يبهم جاب الإجابة تعالى بعد كده بيقول لك إيه؟ استخدامات بقى اللي هي بتاعت نصاح الدكتور بقى نصاح الدكتور قعد في السري مش عارف إيه؟ أنا شايفي أني ده بالعكس يعني اللي أنا استفدت منه هنا مثلاً إن فرشيبن أوف يأجل معادي حتى فرقة ينبارن يحدد معادي أنا مش شايفه كاتبها أهي كاتبها إيه فرقة ينبارن يحدد معادي فرشيبن يأجل معادي طب فين أبزاجن يلغل معادي اللي بعده الأماكن مش عارف يسأل بفو جاوب بإيه؟ شايف مثل اللي شايفه حلو هنا واحد أنه يسأل عن الطريق بفو كوميش اتنين إحنا بنسأل عن أي قط أي مكان بفو تلاتة إن شالتر شبك التذاكر بقول علينا محتاج تذكرة طيب بص بالحطة دي لو عايز تذكرة سفر أقول إيه رايح تذكرة رايح أقول أين فركرت تذكرة سفر ناخ لبالك كذا لو سمحت طب لو عايز أذهب وعودة أقول له هين عايز أذهب وعودة ده مواقف اللي أنا بشرحه ده مواقف طيب بونكتليش منضبط بتيجي مع كونت أو إست هو القطر منضبط لكن فاش بيتونج متأخر دي بتيجي مع هابن لأن فاش بيتونج دي تأخير مش متأخر ده إس يجي مع هابن يبقى فاش بيتونج ده أخير مع هابن وبونكتليش مع كونت أو إست فاسكوس تذكرة ده بيسدل عن التامن فوه موس إيش ومش تايجن أبد المواصلة فيه أوففيلشم جليس أوففيلشم جليس على أني رصيف يأتي كذا أنا شايفين ده يفيدني في المواقف بس بطريقة غير مباشرة أنا مش يجيبه السؤال بطريقة مباشرة كده تعالة مثلا مبايل بتاعي بويز ممكن تساعدني أروح للتشنكر الفني ولا أروح لخدمة كل ده فين أبيقولك السؤال بترقية مهزبة فردن وكونت نوري من مصدر في الأخير أنا شايف أن الصفحة دي اللي هي صفحة 97 برضو من وجهة نظري مش هتفيد قوي لكن اللي هيفيدوني 94 96 98 بيكمل بقى بنفس الطريقة بس 98 دي بقى عجبتني راد وكيفتني وأنا بقرها لي يقولك ليه في حاجات أنتو بتكر perme ا Coca في المقاب في الموقف في حاجات تعاط في الموقف مثلا ايه اماقلك من خرش دي مع نيه رسالة رسالة علي الانسر ماشين ready nope النوق Wong اللي تقولك دي رسالة مسجلة يعني يا فند لو انت بتُسيب رسالة مسجلة او في رسالة مسجلة عن صفحة الرسالة دهي بتبدأ بيه الاب يقولك هيرشبريشة هنا يا تحدث معك فلان أو شركة فليان او يقولك كذا على الابارات فلان على التليفون ممكن لو سمحت روف ان تصغوك تبتصل بينا مرة تانية لو عايز تودعهم تقولهم في لندنكا او في ده يعني ده بيقولك دي عشان الناس كتير مش عارفاه في الملابس بص بيقولك هابينزي حاجة في جغوسة كذا عايز يقولك انه بنسأل عن المقاس بفلش جغوسة او هابينزي حاجة في جغوسة كذا طب لو المقاس ده دايق كلاين كبير جغوس يعني مثل جاب فيرب بتصال انتوش كر يا سيدي فين كاس خزنة اللي جانبه ما جابهاش بس الله يكريمه قال لنا ضاع من كلايدونج ملابس حريمي هيان كلايدونج ملابس رجالي طب فين كين ده الكلايدونج ملابس الاطفال اللي بعده عندك حاجة في لون كذا انت اتي مع الالوان ماشي فيلش بلوزة البلوزة اللي موجودة الفوليبن لما تعبر عن حاجة بتحبها لو حاجة تلبسها او كده جيفها لن حاجة تاكلها اه شمكة يعني الصفحة دي اه 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 تعالي بقولك انا حابب الصفحة دي ليه واحد جايب لك درسة اربعتاشر اللي في المواقف اللي هنقولها في المتحقق لك هينتشك واحدة في المواقف ديها مثلا يقولك ايه وعد صعبك بيحتفل بعيد بلاده هتقول له الاسجوت اهي جابها لك يعني الاسجوتة كل زنة انتو طيب ان شاء الله و الف الف مبروك يعني اهي تلف اي حاجة لك واحد عنده عيد بلاد الاسجوت عنده اخت سايد حفل زفاف الاسجوت اختك بيكومن اين كنت ها جالها طفل حاط اين كنت بيكم روزك وده طفل الاسجوت انتو فاهمين قصدي اي حاجة جغعتو ليري بهنيك انا بهنيك على حاجة على حفل زفافك او كزا في الجلوك حظ سعيد دي بتتال في العيد بلاد كل سنة انتو طيب حظ سعيد الف مبروك ان شاء الله يعني دي حاجات الحاجات دي كلها بتدي نفس المعنى لكن كلمة جوتس نويس مكتوبة غلط طبعا جوتس نويس ياردي معناها كل سنة وانت طيب في عيد السيلفستر اللي هو عيد رأس السنة اللي هو يوم واحد وتلاتين اتناشر اي مثلا الناس اللي بتقولي ورية المفاهيم هي مفاتيح انت تبحث عن جوتس نويس ياردي بتيت قال امتى بتال في واحد وتلاتين اتناشر في السيلفستر لكن الفايناختن الكريسماس بنقول فيه بقى ايه بنقول فيه مثلا يعني عيد كريسماس سعيد وكريسماس خلي بالك عندهم 24 و 25 في غوه اوستر ده عيد فصحة وعيد قيامة سعيد ده اللي بيبقى فشاب من نسينا كلي قينة ده تايري تجي بوس بوس جاب لك حاجة بحبه اولا جب بس عيد اعطيني قرارك جب بس عيد عطيني قرارك انت جاي ولا لما تكون بتاعزم ح pronouns بتاعزم وحد صاحبك على برتي حفلة ا disagreement فبطوله انت جاي ابني ولا لقي انجز عشان احجز ا praised businesses فيه تاني اهي فراة المفاين تعالباش تعال باش جاي باي يقول ليه شكرا دي على عزومتك شكومي جيرن انا جاي لاي دا كان ايش نيش تقومن انا مش جاي كانت سايت ما عنديش وقت ليبا او ليبا او ليبا عزيزتي او عزيزي في الجغوثة حياتي القلبية هاس ليش جغوثة حياتي القلبية بس بالد اشوفك قريب يعني انا شايف هنا ان هو يعني في ورقة المفاهيم الاولى ثانية انا راجل منظم اوي هو خلصت فاشرح انا فهمت ايه ان الكتايب اللي هتستلموا المكون من 180 ورق او لمتين ورق على حسب انتهاء ده بيولعينه في خمس ورقات الماني الخمس ورقات الماني دول انا مش عايز منهم غير الورقة الاولى اللي هي كانت صفحة 95 صح يا ولاد معيش عشان انا بنسا معلش ست الزهايمر السلم بقا اهي اول ورقة كانت اهو بصو اهي كانت اربعة وتسعين دي اول ورقة انا عايزها 95 مش عايزها 96 عايزها عايز لي اعمل هيرا 94 عشان فيها الملكية وفيها تصريف الافعال المهمة عايز لي 96 فيها افعال الضطيف فيها دمائر الضطيف والاكوزاتيف فيها درس تصعيد الصفات كده خلص الكتايب اللي ادهولكم تروح اقفلوا يعني اذا احنا عايزين من الكتايب ورقتين تخيلوا 94 و96 نيجي للخير العظيم بقا اللي جاي دلوقتي ده خير خير جايلكم من عند ربنا هيسلموكم ورقة اسمها ورقة المفاهيم عبارة عن ملزمة سبع ورقات ملزمة سبع ورقات دي ملزمة تستلموها كملحق يعني لكتايب المفاهيم لان كتايب المفاهيم لما نزل في الفرنساوي نزل 13 ورقة او 12 ورقة الدنيا هياجد حصل مشكلة فراحت الوزارة بسرعة دارت المصيبة ورحت عاملة ايه؟ راحهم نزلين سبع ورقات مفاهيم للالماني زيادة عشان تبقى زيك زي الفرنساوي خلي بالك ورقة المفاهيم ده نزل بعد الامتحان ما تحط يعني الناس اللي بتضحك عالطلبة وطولهم ايه؟ ورقة المفاهيم دي السبع ورقات ملهاش اي 30 لازمة ليه؟ لاني اكيد طالما نزلوها ما فاشا سئلة في الامتحان طيب انا هرهنك الامتحان هيخلص وهقول لحضراتك وكلكو حاجة انا مش نازل من بيتي عشان اصور فيديو ونزله على اليوتيوب للناس ببلاش اللي عشان انفعهم وانفع رب يعني يا ربني يا باريكلي وفي ولادي فيها ورقة المفاهيم السبع ورقات دي اللي انتوا بتتريقوا عليها لو عدت في الامتحان اقل من 10 درجات قولي يا عبو نزل انت بتفهمش حاجة 10 درجات فيها في ورقة المفاهيم دي وهوريك ازا دلوقت ازاين بتبدأ ورقة المفاهيم دي من صفحة اتنين فين صفحة واحد يهير غلاف يا اخويه لغاية صفحة تبانية كم ورقة؟ سبع ورقات فيهم اسبع ورقات خير كتير بقى اولا خير كتير الورقة الاولى الله صفحة اتنين فيها الجدول الاول هيفيدكم في المواقف الجدول ده هيفيدك في المواقف الجدول التاني هيفيدكم في الارقام والاعداد الترتيبية الله انت عايز تقنعني ان ما جاء السؤال على الارقام السنة اللي فاتت لما قال الواد فلان بيدرس في كورس ومعاه سبع ولاد وسبع بنات وتحت عددهم يبقى كم رح تلاقي عامناهم 14 ونس يعد الواد ده في ناس ما كانش عارفة عنها 14 وعناها 15 16 اذا ربنا يا باركلون ورقة المفاهم هتفيدني في ورقة المفاهم بقى انت انا بكلم على ورقة رقم 2 الورقة رقم 2 هتفيدني فيه في المواقف هتفيدني فيه الارقام موجودة فيها والاعداد الترتيبية طب اقرأ معنا يا هير كلمة غاتة يعنى نصيحة كلمة انبيفيلونج يعنى نصيحة والنصيحة بنستخدم فيها فيرب ظلم وعادي قال لي ويه اهمية ده ميجيش في الامتحان هي وما جاشت سنة اللي فاتت في العلمي قال واحدة بتتصل بالدكتور بتقول له دكتور جوزي بيأكل كتير انصحنا نا وجوزي ادينا امبفيلونج نصيحة او غات نصيحة طب لو طالب اصلا في الامتحان بس لقى كلمة غات او امبفيلونج عارف ان هي نصيحة يديب ظلم يبقى ورات المفاهمة لاش كاسم طيب ماش اوصف لي الفيجي الطريق بشع ومجالس سنة اللي فاتت جاب في كل الامتحانات واصف الطرق جابها اوصف الطريق ازاي الاول سؤال الطريقة هو في كومي ايش ده سؤال الطريق ازاي وصل للحتة الفلانية وممكن اسأل بفو الاقي فين لو سمحت تذكرة الاقي فين شتاد بلان الخريطة اللي امشي بيها في المدينة الاقي فين فار بلان لو سمحت يا فاندم الاقي فين المحطة اللي جاية شكرا اللي بعد يا راجل يا راجل راح تقول لي يا روان هاش لازمة طب افترض قال صاحبك بيسألك ازاي ازاي روح للشتاتسيون الايه للشتاتسيون دي محطة طب الناس عارفة ان الشتاتسيون محطة اداتها دي لعنسيها طب انت هتلاقيها هنا هي شتاد بلان نسيتها بقيت اين انت بكت في الاصل دير فار بلان ها يبقى لو واحد مفيش حاجة في الورقة دينا مش شايف مفيهاش فايدة مثلا بتوصف لوحد طريق تقول له ايه امشي على طول خد الشارع التاني يمين شمال اندرنيا هي اللي بلقرب منه اللي انتو كنت بتحفزوها في الدرس بتاع الحاجات الشازة طب ما هي موجودة هي تمام ايه ده ايه ده ايه ده فادبني في الجراماتيك والله فادوني في الجراماتيك فاكرين لما كنت بعد احفز الطلبة في الحصة اقول امدي ايك اندر ايك اندرنيا مش عارف اندر ايك اندرنيا مش عارف انفانج بديها لخطاب تقول ايه ليبر اوليبن طب لو خطاب رسمي ما كتبوهاش اه دي مهمة زجياتة ده اعملهم بهذه طب اندر في النهاية بتاعت البريف الخطاب معاك احمد معاك محمد الناس بقى اللي بتقول لي يعني بورعة المفاهمة لاش لازم طب تعال اكمل معاك بص باشا بيشرح لك الاكوزاتيف بيقول لك ايه ان انا بقول ايه اخ كوم شون تيمو انا بعزمك انت عايز يقول لك ان ان فيربعين لا دنيا ازم بيقام الاكوزاتيف فلما اقوله انت مش هقوله دو هقوله دي طب انتم ايه ايه اهو بيعرفك اهو لكن بوت قارب دست باس هتفضل زي ما هي لكن هاني مذكر في الاكوزاتيف يباقيين انت عايز تقنعني ان الفكرة دي ما جاش عليه صالة سنة اللي فاتت اهو حصده هاني جتغفن انت قابلت هاني ايوه قابلته هو في حالة الاكوزاتيف هو في الاكوزاتيف تباقيين اللي كان لها اكوزاتيف فيربجزين اللي معناه يرى جزين اللي معناه يرى يعني اللي بيقول لي ورقة المفاهيم اللي زودوها ملهاش لازمة انا مش هرد عليه لاني عارفيني اللي عملها مين اللي عملها موجه محترم دخل ينقذ اني اني احنا زي ما الفرنساوي انت عامل اللهم ورقة حلوة اهمل اولادنا ورقة حلوة تفيد تفيد انا مش شايف ولا حاجة لغاية دولتين مش قريها ممستفدش يا راجل والله العظيم انا جالي في المعسكر طلب اي اولاد في اخر فترة يعني والله اجزالها ومخدوش المالي من قولها سنة مش حافظ الاركم والله الناس ما تعرفش ان نول يعني سفر طيب معرفوش اين سواي دغاي فيا فونف سيكس اخت نوين تسين الف تسولف دغاية سين تلتاشر فيها سين اربعتاشر اهو جاب لك الارقام يا راجل وقال لك ازاي تجيب من الرقم العادي عدد ترتيبي اينس واحدة بقارست الاول اتفايت تفايت تغيت فاعت فونف ترتيب جاب لك الاعداد الترتبية يا راجل ده جيف الاعداد الترتبية كمان جاب لك ايه واحد وعشرين تبقى ايه يعني جاب لك الارقام القد شكرا الناس اللي بيقول لي النهار ده يكون تاريخ وكزا التاريخ نقول دير وينكتب الشهر ونكتب عدد ترتيب اقسم باللا ده من اهم التركاب تيجي في ايه ايه في المواقف الجراماتك تيجي فان يهير في الجراماتيك يجي في الجراماتيك يقولك ايه النهاردة است يكون ديع ويطلب منك حاجة مع فبراير معروف لما هوصف التاريخ هحط رقم ترتيبي اغاستال اول تفايت الثاني دخيطاء الثالث فاعتاء الرابع شكرا اهو يا باشا بلاك مجاش السنة اللي فات الطلب الاداة مع الرقم يعني دارت غطي على الاقل لو كان معهم ورق زي ده كانوا عارفوا حلوه بس اني بقريين الورق بتركيز كده زي انا بقري معاكم الاجازة مش عارف هتبدأ امتا ام عايز يقولك اني لما جي حرف جر الرقم الترتيبي خد اني طب يقولك يا اكتر من كده اللي عمل الورق دي بيقولك خلي بالك من السؤالين دول اني التاريخ لما كتبه عادي اكتب ديها ورقم ترتيبي وشه لكن لما يسألني بحاجة بظن امتا المدة او الحاجة هحط حرف جر وزود لرقم الترتيبي اني ده دي اذا تمت الدرسة اصلا يا باشا في ناس نسيت الساعة بيقولك ايه فيش بتست اس معناها الساعة كام اسست زي من قور الساعة تمانية لكن لما قولك ام في في القور في تمام الساعة كام قولي قوم اخطه قور السؤال ده مش موجود في المواقف للسؤال عن الايام لما قولك تاريخ اليوم ايه او يوم ايه تاريخه ايه هيقول لي زي مستقبل اكتبت اللي بعده اهو وبص ولو اخد ساعة حبل الساعة ام نحط رقم ترتيبي يعني هو عمال يقولك في الورقة دي ايه الافكار اللي موجودة في المنهج جمان طيب صفحة تلاتة بقى اقسم بالله صفحة تلاتة دي انا بس اطلعها فرحت جدا لو طلب تقوله سانوي وتانية سانوي يدخله بالورقة دي صدقني في الامتحام عم نص الامتحال دي ادوات الاستفهان هو انت ادوات الاستفهان مش محتاجها في القطع في سؤالين او تلاتة مش محتاجها في المواقف تلاتة اربعة سلع ها ده ادوات الاستفهان ده في الناس ما اتعرفش النفو يعني اينا وفوهر من اينا وفوهر من اينا وفوهر يعني من للعاقل بس يعني ماذا فين للمفعول الاكوزاتيف في يعني كيف اجاب عليها بصفة زي في جيتس دي اياه كيف حالك في فيل بتسأل عن الكمية زي مقولك في فيل كذا فتجاوبني بالجغام والكيلو الليتا في فيل بتسأل عن العدد ووقتي بعدها جمع ويجاب عليها برقم في قفت كامل عدد المرات وقولك تسفايمال بروفوخ كل اسب اوه فيش بيت وفي في القوة تسأل عن الساعة وبص بصوا الحتة دي اللي وقعت لعيل السلام فاتت يعني كورتس في الساعة كورتس يعني شوية صغيرين يعني دقيقتين تلاتة فلما قولك كورتس ناخدراي يعني الساعة تلاتة ودقيقتين وتلات دقيقة ودقيقة والكلمة دي على فكرة ممكن تشيلها وتحط اللي معناها دخل على الساعة كزا بس اقول جليش جليش دغاية على طول ده ممكن في الانتحان يجي يقولك صاحبك بيسارك عن الدواء سألك قالك ايه فيلانج فان ماتا وقاب لك وبوس بوس بوس فان امتى هتفل امتى هتفتح مين ايه فلشار وفلشس وفلشن جاب لك عليها اسئلة بوس بوس وقابي فلش فعبة فلش جغوسة والله في عيال كتير يجوا عند فعبة وجغوسة وينسى الارتكل بتاعها فلشن بلوفر لو في الاكوزاتيف يا راجل ده ممكن يجي في المواقف لك اسأل عالجغوند السبب فتسأل بفعون وتجاوب بدين الا لو جالك والله لو جات الجملة دي جالك جملة سببية يعني ايه نقولك مس على فسن فون تيموز الساتيفكات يعني لقد علم الجميع بشهادة تيمو الساتيفكات دي شهادة واداتها دس عرفنا شهادة تيمو يعني عرفنا درجاته ايه السبب دين عشان هو نسيها في المنظر دخل لو جملة زي دي جات وانت ببص ليه تحل دين قدامك ايه ده الوزارة بغشي شك يا راجل ده هيعملوا ايه تاني تعالى بس نكمل في البتاع التانية اللي عجباني قوي دي او والله بيقولك ان يا نعم وناين لأ دول بنجاوب يعني ده اجابة على سؤال بفعل وضوخ طبعا معروفة معناها دلا وسؤالها منفي دخل بلا وسؤالها منفي وبقولك بعد كده ووايا بص بعد كده بقولك ايه اا اا وجايبلك جدوى الادوات وجايبلك علامات الماضية وصلة بص ده في خير بص الورقة رقم اربعة عد الورقة رقم اربعة فيها ايه فيها ياباشا يوناين ودخل. ادي واحد. اتنين. فيها ياباشا جدول الادوات. تلاتة. فيها الماضي البسيط. اربعة. فيها ايه ده ايه الجمال ده? تعال نشوفها تعال نشوف الصفحة دي. اول حاجة في الصفحة دي جاب لنا تصريفها تنوفاق. او الله. الصفحة دي جاب تصريفها تنوفاق. جاب لك بقى شوية سألة اني لما اجاب با اقول ايه. لما اقول لا اتبقى ناين. بص الجمال والحلوه اللي جاي ده. او الله بص بصو. بيقول لك ان ياف الالماني هي ناتوليش. اللي معناها بالطبع. يعني يا اه. جان اه. موافق يعني. زي شعكي موافق. شتمت موافق. كلار موافق. ايه دي هيرو دي لازمتها ايه? عارفين العتة بتاعت. يقفل ويفتح. اه. في سؤال جسد انا رفاتت واحد بقول امراته ايه. هو انت البوتجاز مش عارف فتحتيه ولا ايه فتحتيه فاليت لقى حقا مفتوحة او كزا مفتوحة. طب ما هي? الكلمة دي اللي جابوها والناس متعرفش ان هي ايه. طب لو جابلكو ما هي ايه? جابلك زي شات ما هي ايه? جابلك اشتمت. يا يعني الحاجة دي مفتوحة. لكن لو قالك توتمي يا لائد او شعدي. دي معناها ان بقول حاجة دي مش مفتوحة اصلا. مش موجودة. طيب اعمل ايه تاني. يا راجل. يا راجل يا بصو بيقولك اه؟ بيقولك خلي بالك من بالك الدخ. بص بصو بيقولك ايه. لو السؤال منفى بنشتعه بقاعين؟ والاجابة منفية بنشتعه بقاعين اختار ناين. لكن لو السؤال منفى الاجابة مثبت اقول دخ. اشرح اهل حاضر. اه هو عمر مش قاعد في القاهرة قال له لا يا سيدي مش قاعد في القاهرة ايه دي عمر وا مش نفي نفي اسبات لا اه يا ابني لأ نفي نفي عندنا في الألماني نفي 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 ng living. هو مسكن فى القاخرة لا يا سيد Samueه مسكن فى القاهرة? طب هو مسكن فى القرى ضخ بلا ده سكن فى القاهرة. يبقى لو السؤال. منفي. والاجابة كمان منفية. الاتنين منفيين هاجيب مين? هاجيب نايت. لو السؤال منفي بس الاجابة مسبعة مفهاش ناف هاجيب ضخ. وركز بقى على المفعول اللى يلعبك. هن؟ ركز عالمفعول. يا باش هده يهروا على الحاجات دي يعني اللي بيعمل كانو يسيب منك ثلث سنة واجيب سوال على يامو نايت. الروح لأ ممكن عنيف يجيبه فين اه في المواقف واحد صعبك سألك سؤال من فيه انت الجاوب بيثبت بقى دخل لبعضه اهو بص العصمة جدول الارتكل يجد عين اهو دير تحتها اين كاين ها دي اين كاين داس اين كاين دي اين كاين مس يعني يا ريت الزاملنا اللي كان بيعملها لو كان حط دير و داس كان ببعضها كان يبقى ماشي مع الاغنية بتاعتي فاكرينها دير و داس تحتها اين كاين ماين داين زين اير اونزر اوير فيلش ديزر يعني الحاجة تفضل زمان لكن لما جاقول بقى ايه ها فيلش ديزر على حسب ما بتتشكل يعني اما جاقول دي و دي ازاود دي وهكذا جاي بقى السلة بقى يعني بيدربك على الحتة دي الله بص بص بيقول لك ايه يا جدع ده في عيال والله مش عارفة فغيها يعني زمان لا التانية اسمها فهو يعني الصبح عكسهاش بيت يعني متاخر ركز معايا ياللي ما بتحفظه بالورا والقلم ده مالس كان ياما كان بتدي ماضي فوجستر اول امبارح ايه ما جابش السنة اللي فاتت في سؤال اه ان صاحبتك مش عارف ايه عيد ميلادي ابني كان فوجستر اول امبارح و كاتب التاريخ فوق سبتي بعيد ميلادي يوم ايه ايه دي يا هير اصلا مش حافظ ايه انا الاسبوع اتقل ده فيه خير جاي اقسم بالله الورقة دي فيها خير تعالى فوجستر اول امس جستة امس لتست فاخ الاسبوع اللي فات لتست سيار السنة ليه كاتب لنا لتست اصلا عارفينكم بتتلغبطوا باللتست دي ويتست يا ولا يتست دي معناها الان يا هوات اللي هي ات سوات سايت دي معناها الان لكن لتست دي معناها السابق لتست سيار السنة اللي فاتت اه هيتفارش ناس كتير ما تعرفش من دي معناها السابق برضو يا راجل عارف يعني ايه هويت مورجن النهاردة الصبح تخيل دي ماضي يعني لو خبطك واحدة هويت مورجن دي معناها الصبح حاجة حصلت في الماضي هو فوق السابق ماضي سنة في الماضي بيديك ازمت الماضي ليه اصله هيشرح البعاتاتهم الماضي طب الماضي بيتعامل ازاي في الالماني عد كده فار معناها كنت هات معناها ملكت ده الماضي بتاع هابن وزايم يا وات جاب لك تصريفهم عايزة انا اكتر من كده ده جاب لك تصريفهم اهو طب مهير مش هاي لي جملة يعني على هابن وزايم بس جاب لي تصريفهم اهو يعني لو انت هتقعد تضيع وقت في ليلة ده عصدي لو هتقعد تضيع وقت في ليلة امتحان بتراجع ما انا هقول له تانية سانوية انا بقولك هتراجعوا ليه ما هو موجود اهو موجود اهو اي اهم دروس اولة وتانية سانوية موجودة في الورقة المفاهيم اهو ورح اعمل لك جملة اه معين فتا بابا هاتف غيها كان عنده زمان مرسيدس عربية مرسيدس اه سنة الفين كان فار كان ابني تلت سنين النهاردة دينستاج النهاردة كزا جسترنبرح كان كزا تعالوا دلوقتي يا ولاد البرفكت هابن وزاين والتصريف التالت بص بقى صفحة خمسة دي فيها درس البرفكت مشروح كامل الدرس طب ما اري يعني اعملوا هاشرحونا درس البرفكت اصلا درس البرفكت ما احنا عارفين يا هير البرفكت بيكاو من هابن اوزاين وبنرمي في الاخر التصريف التالت عظم اوي المشكلة يا هيري ان احنا مش حافظين التصريف التالت ايه ده بس ما هو جايب لك كل الافعال بالتصريف التالت ايه او الله الصفحة دي معمولة لكم واجب من الوزارة وبالحق انسي تقول ابقوا ترجموا لي الافعال كده بالعارب اشوفوا انتوا فهمين ترجمة الافعال ولا لا مش انتوا عايزين تب في ترجمة القطعة والمواقف اه لازم انتوا عارفين معاني الافعال جرب نفسك طب والنبي اللي طبعت ورقة المفاهيم انت حلو يا جميل قم كده اه جايب امثلة على هابن وزان التصريف التالت قم كده امسك لي الافعال دي كلها كده ترجمها طب والله الاكشفك اكتب كده بالعربي كده ولا لا عارف ان انتفارتن يجاوب واربايتن يعمل وبروخن يحتاج وفيندن يجد وفغاجن كذا 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 عارف دول ولا لا ايه ما جابش السنة اللي فاتت انتفارتن في اجابه اه في موقف في الاخر يقولك هي انتفارتت جاوبت وقالت ايه مفيش فربي من ده مستخدم يا باشا ما جاش السنة اللي فاتت قال انا هطبخ لمامتي يبقى متعدين المفعولين بصوا على الافعال وجا بص بص انتفارتن جا انتفارتن جا ابايتن جا ابايتت ابغاوخن جا بغاوخت الاخر فيندن جا فوندن جا يبلك كل الافعال بتصريفها كلها ترجمتها بقى لا يا هير والله انا ترجمتهاش طب وقف كده الفيديو وروح ترجمها الناس اللي بتتكلم دايما في الالماني يا هير احنا عندنا مشكلة في حل قطع المواقف عشان مش حافز كلمات صحة ما بيترجمش كويس ما بترجمش ليه كويس عشان مش حافز الافعال وتصريفها التالت مهم يا هير ما هممكن يرمي الفيرب في الاخر في التصريف التالت وانت متاخدش بالك فمتعرفش الترجم الجملة انا دايما لما لقي مشت وفل ومس وضرف وكانو وزول وفوردو وكونت وهابن وزاين دي مش افعال اساسية الفيرب الاساسي اللي مرمي في الاخر فلما روح اترجم معيني ما ب هتفهمني دلوقتي كويس او انا اقول مثلا جملة دلوقتي اولاد ايش انا افسق اولا این احدان الامر احزارة كعبه انا في اجمالات او اهزارة انغروس لازمك جملة فكتا جملة فقط. عبتقول. في ناس كتير يبقى الترجم بقى توفلها قدام الجملة دي. مش ترجم الجملة. بس بس. ايه ده? اه الهير قال لي. لو لقيت ها مش توفيل. كملوا ها مش توفيل ها. موس ها. ضعف ها. افعل النقصة ها. كان يبقى موس توفيل وموس توضع فوقن وزل و ايه? ها? تاني. كنت ايه تاني. هابن. لو هابو هست زاين. لقيتوهم اه. دول في الالمان اسموهم افعال مساعدة. الفيرب الرئيسي هو اللي مرمي في الاخر. فلما تيجي ترجم القطعة والموقف. وتلاقي الحاجات دي ما تبص الله. بص 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 بص. انا بص بص بص. انا ايه ده هابة? لأ مش هبص. هبص على الفيرب الفيرب. انا دريبا. انا عزمت الاسبوع اللي فات اصحابي كذا وكذا وكذا. يبقى ايه زن? في ناس مش هابزة التصريفات التالتة. فنبصش في الاخر. في ناس ما عندهاش المهارة دي. يا باشا ده ما اصابش فيرب اللي ما جاب تصريفه. اهو. كل تصريفات هفعلها لما يجابها. اهو. 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 ده يشكره قوي. يا رجل ده ما اصابش فيرب. طب معلش بستأذنكو. انا قاسف. وقف الفيديو كده وقوم ترجم كده. قوم ترجم معلش. وقف الفيديو. المفروض اني ولادنا الحلوة قفوا الفيديو وترجموا. طب شوف كده انت حلل صح? يجيب. يعمل. يحتاج او يستخدم. يجد. يسأل. يفطر. يعتقد. او يقول رأي يعني. او اعتقد كزا زي ما قولك. اللي ازا عندها ده يقولي عندها كزا. يشوي. يسمع. يشتري. وعكسها في ركوف يبيع. زي ميت يأجر وفر ميت يستأجر. كنن يعرف. يضبخ. يتكلف. آآ لاخن يضحك. ليه بن يعيش. ليرنن يتعلم. ليه بن يحب. يفعل. يعني. ميت يستأجر. يعني يجيبش جديد لفترة محددة. يذكر. يرتب. تمتر. يقول. يرسل. يتزوق. تنقض تلج. تمطر تلج. التاني اسمها شاين تشرق. يلعب. يدور. يسكن. يتمنى. يأكل. يساعد. يقرأ. يأخذ. ينصح. ينام. يكتب. دي بقى تشرق الشمس. يتحدث. يقابل. يشرب. ترجمتهم كده. ايب انت طالب شاطر. اللي بعده. البرفكت بتكون ازاي باف زين. هده حط زين اش بين وبست وست وزين دي رقم اتنين وارني التصريف الثالث لأفعال الحركة في الآخر. تخيلوا. بصوا العزمة. الله يبارك له والله. بص بص جاب لنا كل الأفعال بتاخد زي من تصريفها الثالث. اهو. اهو. فاغنج فاغن. فليجنج فلوغن. غايزنج غايز. ها? جينج جانجج. فيمن ججبومن. جوجن ججوكت. كومنج كومن. بص بص. لاوفنج لاوفن. زينج. زينج يكون جيفيز. شباترينج. ده ينفعني فين ده يا هي. هي ينفعني في درس الحركة والسكون. من الساعات يجي في الحركة والسكون يقولك حركة ولا سكون. ويجيب لك الفرب في الآخر مرمن في التصريف الثالث. هيجيب حركة هي. الناس اللي بتقول ده الورقة ملاش لازمة. تعال يا راكده الورقة يا رقم ستة. يا باشا الورقة رقم ستة دي عملوا معاكو الصح. مرجن الصبح. لهم الساعة كم يا ولا? من ستة لعشرة تسعة وخمسين دقيقة. بقت حداشر بقنا في الطاج في النهار. والنهار بيقعد من حداشر لغاية الساعة خمستاشر تسعة وخمسين. ايه خمستاشر ديت راح اتناشر. عشان لو جالك سؤال على الساعة. لم يجي يقول لك تلاتتاشر يعني واحدة اربعتاشر تبقى اتنين وهكذا. نخ مطاق بعد الضهر. فور مطاق قبل الضهر. مطاق الضهر نفسه. اوبند كذا. نخ الليل. يعيز يقول لك ان التوقيتات الزمنية اداة هادير معادة نخ الليلة اداة هادير والبوخن اند الاسبوع اداة قدس. جاي يقول لك بقى ايه? ان التوقيتات دي بتيجي مع ام. لكن نختي بتيجي مع اندير. شكرا. جاي بقى يقول لك ايه? ايام الاسبوع. حد شاف جمال اكتر من كده. حط لكم ايام الاسبوع يا جدعان. وبدأ بالمنطق بالاتنين. عشان الالمان اجازتهم سبت وحد. بص ده اللي عامل الورقة ده. بيقول لك خلي بالك اللي بعمل انت حان بيلعب على كده. اللي يجي انتشك واحدة فيها. الفوخن اند نهاية الاسبوع بتاعت الالمان. هي الفوخن اند نهاية الاسبوع بتاعت الالمان فين اخر يومين. زمستاك السبت اللي بيدلعوه يقولوله يا زنقابند. خلي بالك زمستاك ده السبت ويدلعوه يقولوله يا زنقابند. وزنتاك ده الحد. زنتاك الحد. وهكذا جيب لك من الاسبوع. يعني بص وبدأ بالاتنين. لان الاسبوع عند الالمان بيبدأ يوم الاتنين. صح كده? طب واخر الاسبوع عندهم ايه? جمعة. واجازتهم سبت وحد. البوخن اند سبت وحد. اقرأهم معنى اين? هاضر يا حبيبي. منتاك دينستاك ميتفوخ دونستاك زمستاك زنقابند زنتاك. يعني عمل انت حلق الماني هيسيبي الالماني كله يمسك فيامل الاسبوع. الله ممسكش السنة اللي فاتت فيامل الاسبوع. وقال فلانا مورجن بكرة عندها حفل زفاف. فصاحبتها رايحة لها جيتها احتسألك هي رايحة امتى? فكان لازم تبص على يوم الجمعة يبقى بكرة السبت زمستاك. طب ما انا مش حافز بتعب بكرة وكذا ما لسه سايلينها من شبت على الجستر ومورجن الى اخره. مورجن يعني بكرة ايبر مورجن بعد بكرة. طب يعني يعمل لك تاني والله انا شايف بص بص جايب لحضرتك بص ايدن يعني كل وجايبها مع كل الاشكال وتجلش يعني كل. بصوا بصوا هويت النهاردة مورجن بكرة ايبر مورجن بعد بكرة ده خير. يا راجل والله اهم اهرج ده هم عارفين ان انتو مش حافزين الشهور. ياه لو جاب ايميل ريتا بعتلمونيكا ورح كتبت لها فوق التاريخ كده. قالت انا كتبه في مدينة بالين. بتاريخ ثلاثة. هنكتب قبلها دين معلش ناسف دين. بتاريخ ثلاثة ستة. اهو عشرين تسعتاش اهو. يبقى بالين دين دغيتن زيكستن ها سفاي تاوزن نويتسين. ها كتب هالك اهو. طيب. حلو زي الفوت. يجي تحت يقولك. البتاع ده كتب امتا? والله العظيم هو لو معلم يشيل الشهر ده وقولك هو في شهر كامل. ناس كتير ما تعرفش ان ستة ده يوني. وان سبعة يولي. رحت الوزارة برياح نفسها. رح هو عامل لك ايه? يعني واحد. كمل انت بقى. يبقى فبراير مارس ابريل مايو يونيا يوليا الى اخره. هعمل لكو حركة دلوقتي على ورقة المفهيم هتتحكوا. هتحكوا والله. يناير وفبراير دول شيتة يبقى في انتا. حطها في دناغك بقى. دول شيتة. مارس وابريل ومايو دول ربيع. فولنج. 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 ربيع. بس بس جادي. يونيا اللي هو كان بقى ها ستة صح? ستة. وسبعة وتمانية دول زومة صيف. وتسعة وعشرة واحداشر دول آآ هابست خارير. ديسمبر الاخير ده ايه? شيتة برضو فانتا. امشي بيهم كده. عشان لما يجي يقول لك. فولنج صفرت في شهر كذا يبقى ده ايه? فين ده? والله العزيم ورقة المفاهيم اقسم بالله. ورقة المفاهيم. اللي بعده. اهو بص الشهورة هيبقى. رح كتبها لك تحتها الفصول قاسم. فولنج زومة هابست. بعدها بقى جابل حاجات اللي علاقة بالوظيفة سؤال الوظيفة ياه لو جاء لك انت تسأل على الوظيفة يهرم الموقف ده في منهج تانية سنة وممكن يجي في منهج تالتة الله وعلم. اهو فاس مخنزي. طب معبر على الوظيفتي بقول ايه? ايه ايه وظيفة ان شاء الله عاطس دكتور بص جاب لك كل وظايف. اللي بعده. اهو بص 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 ما سابش وظيفة اللي ما جابها. الوظيف قدامك شوف نفسك عارف ان ده صحفي ان ده تاجر ان ده دكتور دكتورة حلاق مدرس مدرسة وموظف قوتيل مش عارف مضيف مضيف الطيران اه مهندس معماري بيصلح نظرات بورو جرامر اه فني اه مدير سكرتيرا اه اخصائي مساجة او علاق طبيعي اه جليسة اطفال عارف الحاجة دي طب عارف ان اربايت سلوتس ده معناها عاطل اربايت سلوتس عاطل يعني ما عندهوش اربا اربايت هتكاينها اربايت عارف الفرق بين شتودنت وشولر شتودنت في جامعة وشولر التلميس في مدرسة جاب لك بص بص بقى الورق دي الورق دي عجبتني في الحتة دي جاب مدين بتيجي مع ايه مدين تأتي مع كل وسائل المواصلات معادة معادة بص بص معادة بص البان اهو والماشينة واللوفتهانزة مع مدية والار ايه القطار اقليمي مدين بص بص اللي بعدها اللوفتهانزة مدية اهو طب يعمل لك ايه تاني تعال التقس بقى جيف صفحة سبعة عمل التقس عمل الاتجاهات وخير ربنا كتير عمل معاك واجب محدش طايله زي الصفحة دي صفحة سبعة فرقة المفاهيم دي انا بطلق عليها الجمال كله الحلاوة كلها يا جماعة والله لو انت بتسألني في ورق المفاهيم ايه اهم ورقة ايه الورقة اللي يبق عليها لعبة في المتحان السنة دي انا بقول لك هومين دلوقتي اه الورقة رقم سبعة في ورقة المفاهيم المنفصلة والورقة التانية اربعة وتسعين وستة وتسعين ليه ايه ده بس معي شوف الورقة دي فيها ايه كده الورقة دي اول حاجة جايب لك فيها كل التعبيرات على التقس والاتجاهات جايب لك في الورقة دي اعضاء الجسم الانسان بالاداء جايب لك الافعال المستخدمة مع المعاد جايب لك كلمات المرض كلها جايب لك وسائل مواصلات بالاداء لو انت ناصح ترجمها بالعربي وحط عينك عليه عشان وقتا ما تنسى في الامتحان بص عليه تعالى جغل درجة حرارة غيجن مطر زوني شمس درجة حرارة فندرياح وجي تحت قال لك الطقس اهو مش عارف موش مسوي ولا اخره ترجم ده كده اللي بعده ايه ده اتجاهات نوقد نوزود نوستن ومستن اللي بعده بص يا معلم بص يا معلم كو بقى تعالى اعضاء جسم الانسان ايه مجادش بص المتحان السنة اللي فاتت الواد اللي عادي يقول في المتحان التجريبي ده بقي ده عيني ده مناخير يبقى حفظ اعضاء الجسم اللي بعده اعضاء جسم الانسان بصوا والنبي الله يبرك لهم اعضاء جسم الانسان لها داتها دير لها داتها داس بس هو عاملهم متل اغباطين من ازاينا هند ونازي دي مش عارف ايه بس جابهم كلهم اعضاء الجسم كلها بالارتكل يا باشا بلاش جاب التعبيرات بتاعت او الزهن تبدو شليم ودك يعني وارم اهو يا باشا بص بص الحتة الحلوة دي جاي بقول لك هستن يقاح الفرق بنتوتوتون ايه ده ايه الجمال ده ايه الجمال ده بيقول لك الترميني المعاد فرق عينبار يحدد معاد فرشيب يأجل معاد هو اندر ابزاج يلغي المعاد احلم الورقة اللي فاتت اللي بعده جاب كل الحاجات الخاصة بالمرض ترجمها كده شوف انت عارف عارف لا خيوجة كرسي علاجي بص بدأ بالطب البديل بص الجمال اللي اخيوجة والاشتغابية وغاية تغابية اهو بص 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 علاج بالدوق وعليك بركوب الخيل لما يبقى عندك ديبريسونيك تياب او مش نايم يعني عندك الشترس توتر او ضغط ريت سيبت روشيتة فتنس اشتوديو جيم جاب لك كون الكلمات المهمة في درس المرض اهو ده هيعمل ايه تاني بلاش بصوا الجمال والحلوة دي وسائل مواصلات بالاداة يا جدعان كل الكلمات اللي هي علاقة بوسائل مواصلات يا جدعان الافعال المنفصلة مطلوبة في الدرس ده قم بس وقت بنا غلط تبقى بص 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 الجمال ده جيب كل الحاجات بالارتكل جيب لك كل وسائل مواصلات بالارتكل طب بص بص الحلاوة دي كلها الورع رقم تمانية تمانية بقى اروع جاب كل الافعال المنفصل يعني في الفعال المنفصل فعليات اكاون من جزين الاول في الاخر والتاني في التاني يلا عمل لي اعمل لي جملة على ابفارن ينطلق لوسائل المواصلات بص دع بص الاوتوبيس فات هينطلق و الساعة ستة و في الاخر اهو في الاخر اهو في الاخر ايه الجمال ده جاب لي بقى بص كلها فعل مفاصل ترجمون كده ينطلق للمواصلات يحضر حد من حتة يبدأ يصل يجرب يتصل يرتدي يرتب يلغي المعاد يفتح ويقفل بقى او الحاجة بص بص ما اصابش فر يعني انا مش محتاج اقعد اقلقي ناس اعدالي ليلة الامتحان اقعدة بتذكر لي ما انا اجولها وتاني سروا ما اهو طب بص الجمال والحلوة دي اهو جاب لك بقى بص غدا عاوس على طول لينك الساعة مش عارفي مين شمال اطلع في انزلت ايه ده ايه ده الالوان والله العظيم الالوان جاب الالوان اهو ايه ده ايه ده ايه الحلوة دي يا باشا كل الكلمات الليها علاقة بالكاوف هاوس بالتسوق بص جابها بالاداة يا معنم ده ما ساب لكش حاجة يا كلايدونج ما لابس اداتها دي دامين كلايدونج ما لابس اداتها دي ترجب دول كده باشا هو السنة اللي فاتت ما جابش سؤال بيسأل عن كلايد اداته ايه في السنة ما جابش سؤال مانط الادات او ايه ؟ ما جابوه السؤال اللي كان عليه الذكاء في العلم البلوفر مفرد وجامع باشا ما كانوش بيجيبه الفارق بين بص وشتينة ون gigasib مقاص لايه ناسب شكلا جب! ايه ده ايه ده ايه الجمل ده قانجسيني يرتدي لكل اربوروير انه يجرب الحاجة ما جابش السنة اللي فاتت في المواقف الادبي واحد اخوك بيقول لك انت الهدوم اللي انت لبسه دي ل harsh فايلش يعني وحشة فا انت تقول له ايه ده? ما سيبش حاجة هو ترجمه. اين جداية ما جابوهاش? ايه ده? بص يا باشا. طب بص بقى دي. بص دي بتاعة العياد والي احتفلين. بص بيقول لك ايه? جشنك يعني هدية. قسطر عيد الفصح. سلفستر اه عيد الفصح اللي هو عيد القيام اللي هو شام من سين يا جدعان اللي في شهر خمسة. سلفستر عيد رعس السنة. يوم كام يا هير? اه واحد وتلاتين اتناشر الساعة اتناشر بالليل. وبنقول فيه نواز سيار يعني سنة جديدة. الفايناختن الكريسماس ده عند القلمانة اربعة وعشرين وخمسة وعشرين اتناشر. وبيحتفلوا بيه ومين? وده عيد اسهرين. وبينو فيه فروح فايناختن. بص جغطوليري يوهن. جوت سنواز سيار سنة جديدة. فيه اه عيد سعيد. فيه الارفولجي تمنياتي بالنجاح. الجغطوليريه الف مبروك مش عارف اه اه موجود. جوت بيسهر وج سلامتك لوحد عيان. يعني انا شايف صراحة يعني ورعة المفاهيم دي محتاجة اقعد اقراها وترجمها اليومين دول قبل الامتحان كده. نصايا والله ترجمك اقراها. اقراها بس. اقراها معي كده. هتلاقي فرقت معك قوي. وعينك ووظيفة ورعة المفاهيم الاساسية. عينك تعودت عليها. ففي الامتحان لو نسيت هتفتح. طب بص كده. طب صلوا عن نبي. والله ده هتتحكوا. تلت اربعة طلبة في الملكية بتطلقبط وبتنسى. زي هي ملكيتها هي وزي هما. طب بما موجودة فرقة المفاهيم. اتنين. نص الطلبة بتلقبط اقسم بالله في تصريف الافعال. اللي هي اشكال مفرد والجنب. موجودة. ناس كتير جدا بتتلقبط في ضمائر الاكوزاتيف. وضمائر الضطيف. ناس كتير جدا بتبقى حفزة جدوى لتصعيد الصفات والتنساء. ناس كتير جدا ايام الاسبوع بتلقبط فيها. ده انا عندي ناس لغاية دلوقتي يفاكرين ان دينستاج ده الخميس. اه يا خميس دونر استاجو ولا الخميس. دينستاج التلات. في الناس بتلقب فيهم الله. ده في ناس لغاية دلوقتي الارقام ما حفزتهاش. الشهور ما عرفتهاش بفصول سنتها. طب اقول لكم في ناس بتتلقبط في الارتكل بتاع اعضاء الجسم. الارتكل بتاع اه وسائل المواصلات. الارتكل بتاع الهدوم الحاجات المشتريها. طب كل ده موجود في ورقة المفاهيم. اللي موجود في ورقة المفاهيم مشروح حلم. متعولش على ليلة امتحن قوي. ده ملخص الحصة بتاعتنا. يا رب اكون قدرت اوفق ولادنا ويا رب اكتب لك الخير يا ولاد ونشوفك وكلكو كده في احسن بكليات. وخلي بالك اتنين بيحبوك قوي. ابوك وامك ولمدرسين. بابا وماما عايزينك تبقى احسن منهم واحنا عارفين انك تبقى حسن مني. احنا في الاخر مدرسين خارجين كلية التربية. انت هتبقى دكتور خارج طب. هتبقى صيدلاني. هتبقى بتاع دكتور اسنان. علاقة طبيعي. بطريق. هتبقى خارج علوم. هتبقى خارج هندسة في نوم تطبيقية. اعلام اقصاد علوم سياس هتبقى احسن مننا. فاحنا دمنا نتمنى لكم الخير فاحنا معاكم وندعمكم. بس انتوا تكونوا على قدر المسؤولية دي. يلا ربنا معاكم ويوفقكم يا رب ويكتب لكم الخير.